بواب البخاري فقال باب موت يوم الاثنين قال كأنه يشير إلى تضعيف الحديث الذي فيه فضل الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وذكر حديث عائشة من أنها رضي الله عنها دخلت على أبيها كما عند البخاري فقال كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب قالت في ثلاثة أذواب بيغ سحولية قال في أي يوم مات قالت مات يوم الاثنين سبحان الله ابنته يريد أن يخفف عنها وهو يعرف كم كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف أنه مات يوم الاثنين لكن لما توطئة لها حتى تصبر لأن هذا الوقت وقت أجله ولذلك قال إني لأرجو فيما بيني وبين الليل ولذا هذا ثبات سبحان الله فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء يعني عنده يقين وعنده تحمل من أن الموت قادم ومع ذلك يقول هذا الكلام وكان عليه ثوب به أثر زعفران مما يمرض رضي الله عنه فقال اغسلوا هذا وضعوا معه ثوبين وكفنوني بها فقالوا إنه خلق يعني قديم قال الحي أولى بالجديد من الميت وإنما هو للمهلة يعني للصديد وبالتالي مات في تلك الليلة ودوفنا قبل أن يصبح يوم الثلثاء فنسأل الله أن يرزقني اليقين والصبر الذي رزقه هؤلاء رضي الله عنه